اهلا بحضراتكم من جديد فيها التمييز وكأنه هي هي ما تتقلش ايوه لان كل اللعيبة دي غالي علينا بالضبط لا عايزين نعرض نجوم الكبار برة ولا يليق ان احنا نقول ما هو يعني لحد من دول اتعور بطوعنا بقى مش مشكلة ما يسحش لان اي واحد عندنا دلوقتي قد يكون هو النجم القادم برة بصرف النظر عن اي حاجة دول ولادنا وصرواتنا اي كرة القادم مصري اهي افضل لاعب في افريقيا موجود ثلاثة بيلعبوا في الدور المحلي اي ومتقلقين ده منهم واحد ما بيلعبش يعني بشكل اساسي في المتاخب مصطفى شبير اي ولكن بالنظر الى دوره وقتها في البطولة ما انا بقولك اه بقولك في دور الابطال في دور الابطال اه وموهبته اللافتة صحيح وشخصيته ما شاء الله اللي اسبتت انه لا ده بتاع الموعيد الكبرى يتراشى على احسن حارس يتراشى احسن حارس احسن لاعب او احسن لاعب بصرف النظر يعني يعني مرشح في دي وفي دي وهو يستحق صبع وربنا تديله على قد دينيته الولد ده صحيح لانه انسان سليم النية ومشاغل نفسه بالسفاسف ويده عنده ندج ومبكر ما شاء الله عليه لا سلامة بص يا استاذ البرهيم مش مسألة ندج ما انت ممكن تبقى ندج بس بتشعر بنوع من الغيرة ندج لكن انت شعر بان المنافسة دي حافز ليك وانت تقدر اللي بتنفسه هي دي الطوية السليمة ما نفسيتك تبقى متأسسة صح ده بني آدم على خلق رفيع صحيح وربنا هتديله على قد نيته بإذن الله حسين الشحات ظلمة كثيرا في قيمته كلاعب كرة ظلم أحد الظواهر الكروية في هذا الجيل بما يملكه من خبرات من موهبة في أي مكان ده لعب بكرية الراجل ولعب هافرايت ولعب صانيق العام ولعب هونجرايت ولعب هونجليفت وفي كل مركز بصمته وضع بصمته انك تقول هو أفضل واحد في الحتة دي اي ما شاء الله اه حسين الشحات عندما يركز لا يطوله أحد في المهارة وجمال اللعب والأداء والتشميس والطرئيس واللعب اللعب بص كابتن باركات ما في نمازل كده بتقول ان اللعب ده وماشى مختلفة من ناحية الشخصية والإرادة والموهبة والمقدرة والقدرة على الإفادة كابتن باركات الله يديله الصحة مؤمن زكريا اه النهاردة حسين الشحات اطعية واحدة فعلا اطعية في طريقة انه متعك اي ويكسبك وتعتمد عليه في أي لحظة في أي مكان اشتركوا في القناة